السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين تسعة ستة ثلاثة سبورت صين واليابان ويسئلون عننا ويدورون عليه فيديو الحركة هذي سواه بس هذي هذي بس هذي هذي حركة منه اروني انا لابس الغطرة التعويذة التعويذة حركة لعيب تخيلوا تقريبا في الصين تموا يتكلمون ثلاث مادر اربع مادر خمس ايام على هذا الشخص اعتقد انها اسمه الشيخ عبد الرحمن الثاني وحنا حاولنا حتى نتواصل معه ونعزم عندنا على كلام الشباب انه مايرد عليهم فشوفوا اللي صار بعدين صار عنده جمهور في الصين واليابان ويسئلون عنه ويدورون عليه وسوا معه مقابلة ويزينه وكلام الطيب قال لهم حياكم الله في الدوحة ونتمنى لكم كل خير وعزمهم عزمهم على الدوحة شوفوا من اشياء اللي قاعدة تصير في كاس العالم كيف الرسالة قاعدة توصل حتى لو بيتصرف حتى لو بضحكه باقتسامه للعلم هذه اللغطة اللي منتشة عندهم هذه مدتها ترى اربع ثواني تخيل اربع ثواني ضربت ترنت في الصين بلد المليار معاها فوقها منه اليابان وتموا يدورون عليه دورون عليه دورون عليه ليما طلعوا وسووا اللغة معانا نحنا ندور عليه حصلين كم من يوم نحاول نتوحصل معانا وحنا في الدوحة بقوا علي من رغم صيني ايه انا احب تكتك كلها تعليقات علي مطلعين رسماتك كلها صيني ما فهمتش بس الريال اللي انا كنت اتكلم عنه هو الشيخ عبد الرحمن وعلي بن فهد بن جاس بن محمد العبد الرحمن الله يرحمه يغفر لو يسكن الجنة وزير الاقتصاد السابق طيب الله فراء ابوه من اطيب الناس و اطيب رجال قطر اه و ان شاء الله بعد نحاول نتواصل معاه ونحاول حتى نستضيف عنه لانه في النهاية حلو عندنا احنا والله نكتري ترى يوصل ترنت و في اليابان و في الصين والاحلى بعد الرسالة الجميلة اللي وصلها لهم في مقابلته معاهم وكلامه جدا من لطيف اللبق حلو ان احنا نسمع منه لانه هم اكيد تواصلوا معه اكثر من القناة و اكيد تواصلوا يعني فيه حوار دار بينه وبينهم حلو ان احنا نسمع الرسالة اللي عنده و اللي ممكن وصلها حتى حق من خلال حق الناس و المتابعين اه محمد الدلي ذلك الشاب الذي يتنفس كرة القدم بامتياز فتابعوهم لانهم الاجمل الاروع الامتع الانسب و شكرا من اجواف الصدور و اعماق القلوب اشتركوا في القناة